اشتركوا في القناة والاهتمام الرفيع من لدن جلالته ايده الله لدعم ابنائه المواطنين ومراعاة لظروفهم واحتياجاتهم وفق رؤية انسانية ابوية كريمة تترجمها الجهود الوطنية المتواصلة في مواجهة تداعيات واثار جائحة كورونا واشادت معاليها بجهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والقرارات الصادرة في جلسة مجلس الوزراء اليوم الامر الذي يعبر عن تجاوب الحكومة وتعاونها المثمر مع مجلس النواب واشارت معالي رئيسة مجلس النواب الى اهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والحكومة الموقرة مشيدة بالتجاوب الحكومي مع مطالب السادة النواب لتوفير الدعم اللازم للمواطنين والقطاعات الاكثر تضررا من اجل تجاوز كافة الاثار المترتبة جراء تداعيات جائحة كورونا ما يؤكد ضرورة الاستمرار في العمل المشترك من اجل عودة الحياة الطبيعية والنهوض بالاقتصاد الوطني وضمان المحافظة على صحة وسلامة الجميع اشتركوا في القناة